لم يكن السؤال عن بلد النخيلة والأفضل في إنتاج التمر في العالم يتطلب قبل سنوات أي جهد أو عناء من المجيب فاسم العراق كان يقفز مباشرة إلى ذاكرة أي شخص عند الحديث بهذا الشأن لما عرف به العراق منذ القدم من شهرة فاقت منافسه في هذا المجال لكن خبرا يمكن أن يمر مرور الكرام في خضم الأخبار الأمنية والسياسية الطاغية على المشهد المحلي يثير لدى المتمعين فيه حزنا ويثير تساؤلات تبحث عن إجابة الخبر مفاده تراجع العراق في تصنيف الدول المنتجة للتمور ليحل بالمرتبة السادسة عالميا للمرة الأولى في تاريخه ليترك المراتب الخمسة الأفضل لدول أخرى كانت وراءه بمراحل قبل عقدين أو أقل الأسباب والعوامل المؤدية إلى التراجع ليست خفية على المتخصصين ولا حتى على المواطن البسيط فتراكمات سنين من الحروب المتعددة والإرهاب وتداعيات النزوح والتهجير وإهمال الحكومات المتعاقبة لما كان يعتبر كنزا ثمينا أدت بمجملها إلى التراجع المرير فضلا عن تجريف الأراضي وظهور الأوبئة الزراعية والإخفاق في معالجتها بسبب ضعف الإمكانيات ما ذكرناه بمجمله وانخفاض أعداد النخيل إلى أقل من 20 مليون بعد أن كانت تفوق 30 مليون إضافة إلى كون جزء كبير من النخيل المتبقي غير منتج أصلا كان جرس الإنذار وتنبيه من خطر وقوع كارثة أكبر تنازل العراق عن عرش الأفضل بمجال النخيل وتحوله في بعض الأحيان إلى مستورد للتمور وتراجع الزراعة عموما يستوجب وقفة من الجهات المعنية لاسترداد الهيبة للنخلة العراقية لما تمثله من مكانة في الوجدان العراقي ولتعود إلى مكانها الطبيعي في التصنيف العالمي وعلى أرض الواقع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر